أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات العاملة بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية وخلال اجتماع عقدته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة أشارت الهيئة إلى استعراض ديناميذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها مذ بداية الاقتراع حتى نهايته وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها كما استكمل مجلس إدارة الهيئة مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل وكذا التصورة الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات والإعلان عن موعدها قريبا في ضوء أحكام الدستور والموقيت التي حددها في هذا الشأن إلى ذلك وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات بردكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد يهدف لتنظيم وتسهيل عمليات نقل مواد ومستلزمات العملية الانتخابية في عموم الجمهورية من خلال هيئة البريد ترجمة نانسي قنقر